أزمة شيرين عبداليوهاي برودانا هل كان في لعمل نقابة هل كان في تواصل مع عشرين؟ ايه ما هو اللي هل خادطوا لنقابة؟ أنا كمصطفى كامل وصمالية فولي احنا علاننا دعمنا بأماره العادة في عشرين من اول سنة 22 يعني انا كنت لسه بقولي يا هادي هنا وقعد عالكرسي وقعدنا الازمة الكبيرة في عشرين ويفنا قلباً وقليباً ويتستهل مني ان انا ابقى قدامها ووراها وجنبها وعلى يمينها وعلى شمالها انا ومقس السنة الزملاء بقلس الاضارة اه الامور راحت لحتة مش بتاعتنا لازم تتساعد انا بيقولك ما نفعش ما نفعش عباً انتكون عايز تبقى موجود بالعافية يعني يعني فيه امور مش بتاعتنا فلس اه ما خلافة تبين جزء اه ما دي بينها وبين جزء الخلافة عم عروتانا دي امور مالية ومادية النقابة تساعد في موقف زي مسلاً انا اللي بشوفه اكتر موقف كان موقف يستاهل تدخلنا كنقابة هو كان موقف زميلي محمد فهد لانه امر عارض وامر وارد ان يحصل مع اي حد فينا حتى انا ممكن لحظة الغضب وانا داخل بأخويا والابني والابني والدع يحدث هذا الاشتبات لكني هفضل بوناشد السيد وسادس دكتور نقيب الاطباء اللي هم مني كل التقدير والاحترام هطباء مصر وظماء هفضل بوناشده وبناشد السيد وسادس دكتور واريس جامعة هينشمس ان القبر دي عدي على خير لان محمد فهد عشت العمر معاه كله مش عشان هو صديقي ولا زميل ولا عشوكونا بشتغل محمد فهد انا بشتغل معاه من سنة واحد والسعين لعمري شفته بيعمل حاجات دي وانا كان دي في حاجات دي هي تبقى ضغطة نفسية عصر المترادل من الطرفين مش هقدر برضو كنقابة اهاجم نقابة عزيزة على قلبنا وانا علنتها لان هنا فيه اوقات ما ينفعش نؤجج الفتنة يعني فيه دور المقاعد دي يا جماعة والكلاسي اللي احنا عادين عليها دين زي ما قول لحضراتكم وسارتنا ان هي لها ادوار اجتماعية وصحية ومعاشية لكن هي في النهاية تعتبر مقاعد دول مساء لازم تكون راجل عارف قيمة توطنك عارف الخلاف اللي انت راح به راح به فين عارف الاشتماعات اللي انت بتقخل نفسك فيه راح به ايه فما ينفعش ابدا ابدا يكون فيه اي اقحار اللي نقابة المياه المسكية ضد طباق مصر العظماء اللي احنا يوميا احنا واهلينا واقصادنا جزلنا عندهم وهم اخواتنا وحرائبنا هو موقف اعتقد ان الموقف عامل موقف انساني بحث تتبيعالي مانا لو كنتم مكان فؤاد جا ممكن ايه اللي حصل فمن هنا ممكن يكون اللي نقابة ده اخذ موسيقى